كلنا زي ما قلت مبسوطين وفرحانين وبالتالي حاجة مهمة جدا أثابت أن احنا نتكلم عن الأداء اللي حصلوا النهاردة ولماذا استطاع أو كيف استطاع لماذا استطاع ماشي كيف استطاع من النهاردة كل حاجة متاحة كل حاجة متاحة كيف استطاع بيتسو موسيماني أن يفوز في هذه المباراة من وجهة نظرك الأول بيتسو موسيماني بصراحة على الأمانة مدرب كبير قوي يا كنت نسلام صراحة مدرب ممتاز في كل المباراة الكبيرة ممتاز قوي هو بمذاكرته للخصم بيذاكر الخصم كواس جدا بيقرأ نقاط القوة والضعف بشكل مماس جدا يمكن هو النهاردة عجبني قوي 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 في تغيير طريقة اللعبة بتاعت النادي الأهلي يمكن أول مرة من فترة طويلة نشوف النادي الأهلي بيرجع يلعب أربعة تلاتة اتنين واحد تلاتة ارتكاز الحاجة التانية كمان الضغط العالي اللي بدأ بيه والشخصية الموجودة اللي بدأ بيها انت النهاردة الكارتين الحمر دول هم جايين كده مش جايين صدفة يا جماعة هم جايين نتيجة ايه؟ نتيجة ان الفريق وقف على رجله صح ضغط منظم ضغط عالي من أول المباراة شخصية فريق في حاجة مهمة أهم من كل ده وهو وجود جماهير النادي الأهلي من وجهة نظري من وجهة نظري احنا كسبنا أول مباراة وثالت مباراة بسبب وجود جماهير النادي الأهلي خسرناها قدام بالميرس كان بسبب أن عدد الجماهير قليل بسبب برضو الفيفا الفيفا مفروض بعد كده يكون في عدل في عملية توزيع التذاكر وأن يكون عامل حساب وأن في فرقة تانية هتوصل فيكون ما يكونش الحجز من بدري لأن لنا حق أن احنا جماهيرنا يكون حضرة. احنا بنشوف لما يكون الجماهير في الملعب كابتن إسلام بسم الله ما شاء الله جماهير النادي الأهلي ليها من وجهة نظري هي كلمة السر في الفوز وفي إنجازات النادي الأهلي الدائمة طبعا بيتسو موسيماني زي ما قلت لحضرتك هو بدأ بالضغط العالي من بداية الماتش دي حاجة برضو مش متوقعة الحاجة التانية تغيير وظيفة حمدي فاتحي. حمدي فاتحي النهاردة ما كانش لبرو في التلاتة الفلات. لا هو كان بيرحل قدام وراء السلية ووراء ديانج عشان يغطي عملية الضغط العالي وهو اللي يعمل عملية السكيرينينج ويغلط فرقة الهلال. على عكسه مدرب الهلال اللي عمل أربع تغييرات كلفوه كتير. يمكن هو غير حرس المرمى. غير المساج. غير الزهري الأيمن. الكاريو دخل وحول موسى مريجا مهاجم وقعد إيجاله احتياطي. فالتغييرات اللي عملتها دي أربكت حسابات فرقة الهلال بشكل كبير جدا يعني فبصراحة يستحق التحية بيتسو موسيماني. برضو ما ننساش دور الإدارة الشطرة. الداعمة دايما اللي دايما بتجدد. اللي دايما بتبقى مدية الثقة للجهاز الفني واللعيبة. نص فلوس. بنص قيمة تسويقية تقريبا. 60 مليون يورو 30 مليون يورو. انت بتلعب فرقة النهاردة أعلى منك في القيمة التسويقية. وطبعا عارفيني ان دا درب عربي. وانت بتكسب النهاردة جماعة بتكسب الهلال السعودي أربع سف أكبر نتيجة في تاريخ النادي الأهلي في كاس العالم للأندية. انت كمان يا كابتن إسلام مش بتكسب بس كده دا. يعني لو استعرضنا الأرقام بتاعت المباراة. انت بتكسب ملحمة تاريخية. يعني مباراة عظيمة جدا للنادي الأهلي. في كل شيء. في كل شيء. تعال نشوف حتى الأرقام. يعني الأرقام استحواز النادي الأهلي النهاردة 72 في المية. مقابل 28 في المية. انت مش بتلعب في دور محلي. انت بتلعب في الأرقام دي. يعني ممكن تشوف دور محلي. لكن انت بتلعب في كاس عالم للأندية ومع الهلال السعودي. اللي هو بطل آسيا. عدد التمريرات بتاعت النادي الأهلي 624 تمريرة. هم عاملين 241 تمريرة. شاهد الفرق. عدد التمريرات الصحيحة. ثلاث أضعاف. اوضع فيه. ثلاث أضعاف. عدد التمريرات الصحيحة. الأهلي عامل 558 تمريرة. مقابل 168 للهلال. حتى المحاولات. هم عاملوا محاولتين بس. احنا عاملين 20 محاولة على المرمى. منهم 10 صح. وهم مش عاملين ولا محاولة ما بين الثلاث خشبات. عدد العرضيات. الأهلي عامل 20 محاولة. 20 عرضية. هم عاملين 7 عرضيات. بس. الدربات الروكنية 5 أربعة. حتى الاتحامات السنائية 42 مقابل 39. فانت متفوق فنيا. تكتيكيا. رقميا. بدنيا. كل حاجة انت متفوق. بسم الله. ما شاء الله. فبصراحة بيت سموسي ماني. يستحق. التحية.